عندنا النهاردة كلام كتير جداً حتناقش في العديد من الأمور والملفات اللي بتخص منتخبنا الوطني وكذلك فريق النادي الأهلي اللي خاض النهاردة أولى مباريات الودية خلال معسكره الحالي في دولة الإمارات النهاردة خسرنا أمام فريق الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف في تجربة ودية مفيدة جداً للفريق زي ما حضراتكم عارفين نحن لا ننظر ما فيش حد بيبص لنتائج المباريات الودية مثل هذه المباريات الغرض منها هو معرفة أكبر بعدد كبير من اللاعبين اللي أنا كمدير فني ما شفتهمش خلال الموسم يعني هل النهاردة حد ينكر مدى الاستفادة اللي خدناها من وجود كريستو اللاعب المحترف في صفوف النادي الأهلي النهاردة كلنا كأهلوية شفنا أن كريستو يجب أن يكون متواجد خلال الفترة اللي جاية لأنه اللاعب مفيد جداً جداً النهاردة شفنا شفنا أنه هو انطلاقاته سريعة عنده رجل شمال جيدة جداً عنده رؤية فاقبة عنده مجموعة جيدة من الأفكار بيحاول يطبقها من خلال وجوده داخل الفريق بشكل عام كولر اعتمد عليه في الشوت التاني وبالتالي إحنا كأهلوية شفنا أنه هو أحد اللاعبين المفيدين في هذه المباراة وسامة أبو علي هل حد ينكر أن وسامة أبو علي على الرغم من أنه هو مبانش قوي في هذه المباراة ولكن هل حد ينكر أنه هو خامة مبشرة تسبب في راكل الجزاء وعمل أسست في هدف المباراة وبالتالي أنت عندك اتنين لسه هتكلم عن الشباب كله في وقته ولكن أنا بتكلم على الاتنين دول لأنهم يمكن المستفيدين الأبرز بجانب اللاعبين الشباب اللي موجودين عندنا هل حضرتك دلوقتي وانت قاعد بتتفرج على فريق النادي الأهلي عرفت أن احنا ليه مثل هذه المباراة أو مثل هذه المعسكرات بتتعمل الأهلوية عارفين طبعا لكن أنا هنا بتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي بيحاولوا يشككوا عمرنا ما كنا عندنا مشاكل فيه أن احنا نتكلم أو ننتقد أداء النادي الأهلي فيه أو حتى معسكر لنادي الأهلي ولكن الحقيقة مدى الاستفادة اللي استفادها النادي الأهلي من هذا المعسكر خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا ومن هذه المباراة اللي حضرتكوا شايفينها أعتقد الموضوع واضح ولا يحتاج إلى كلام إسلام ولا غير إسلام استفادة كبيرة جدا بعيدا عن مين كسب ومين مكسبش طبعا احنا أي مباراة بنلعبها بنبقى عايزين نكسب وشفتوا اللعيبة في الآخر خصوصا النصف التاني من الشرط التاني كنا عاملين إزاي من خلال شاشتكو شاشة قناة النادي الأهلي اللي اتفرقتوا عليها النهاردة البعض النهاردة أو الأيام اللي فاتت كان بيطالبني وبيطالب قناة الأهلي يعني إن احنا نزيع هذه المباراة الحمد لله ربنا أكرمنا وقدرنا نزيع المباراة على شاشة قناة النادي الأهلي علشان نفرج حضراتكم على الاستفادة اللي بيستفدها النادي الأهلي من هذا المعسكر إن شاء الله كمان يوم الجمعة اللي جاية مباراة يوم الجمعة اللي جاية أمام فريق حتى أحد الفرق اللي موجودة في الإمارات حنزح لحضراتكم على الهواء مباشرة على قد ما بنقدر عندما يكون عندنا الفرصة إن احنا نزيع حاجة بنزح فاللي بقولوا لحضراتكم الحقيقة الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كل استفادة المباراة كلها استفادة عندنا مجموعة رائعة من الناشئين أنا النهاردة من المرات اللي كنت ببقى قاعد عايزة تفرج على الناشئين تحديداً وبيعملوا إيه؟ هل من الممكن أن نرى مجموعة من الناشئين خلال الفترة القادمة موجودة في الفريق الأول؟ النهاردة قطاع الناشئين بيقولنا إن احنا عندنا مواهب كثيرة نقدر نستفيد منها في الفريق الأول خصوصاً في خط الدفاع اللعيبة اللي موجودة النهاردة خصوصاً في الشوت الثاني كلهم والأولاني بصراحة كلهم لعيبة وقفين على رجلهم إبراهيم عبد الحكيم معتز محمد مازن أسامة مصطفى أبو الخير فارس خالد مصطفى مخلوف أحمد عبدين عبد الجواد عبد الرحمن إسلام عبد الله ويوسف سيد عبد الحفيز أحمد طعيمة حزم جمال الأسماء دي حضراتكم تقدروا تغمد عينك وتختار منهم لأنهم من الممكن جداً أن هم يكونوا مفيدين جداً للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي زي ما قلت لكم كريستو كان متقلق أيضاً وسام أبو علي النهاردة زي ما حضراتكم شايفين بيحاول فيه حاجة بتحصل فيه حاجة مطلوبة من ميستر كولر بيحاول ينفذها عمر السلية ورجوعه للفرقة حسين الشحات لما نزل وداس على نفسه مجد قبشة لما داس على نفسه أكرم توفيق كل اللاعب أنا مش عايز أنسى حد من اللاعبين يعني ولكن كل اللاعب اللي حضراتكم شايفينه من نهاردة أدوا ما عليهم وعملوا مباراة جيدة استفدنا بعيداً عن المباراة جيدة ونتيجة المباراة والكلام ده كله ولكن استفدنا استفادة كبيرة جداً جداً من هذه المباراة وان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية نستفيد أكتر من المباراة القادمة لنادي الأهلي لأنها مباراة زي ما قلت لحضراتكم من المباراة المهمة